سوف نواصل حديثاً اليوم عن إفريقيا وسنركز اليوم على موضوع مهم للغاية ألا وهو العملة العملة هي إحدى تركات الاستعمار التي ورثتها البلدان الإفريقية ولم تصدر عملاتها بنفسها أصبحت هذه العمولات وسيلة لتقييم اقتصادات البلدان الإفريقية وكذلك وسيلة لممارسة التجارة اليوم هناك ما يقرب من 42 عملة مختلفة في إفريقيا وهذا يخلق وضعاً غير مستقر إلى حد كبير لأن قيمة هذه العملة لا تحددها البلدان التي تصدرها بنوك مركزية إفريقية كثيرة تعرف حجم الأموال النقدية في السوق لكن أهم شيء هو أنها قد لا تفهم كيفية التحكم بهذا الحجم لأن التحكم بعملاتها يجري من الخارج من المعروف أن باريس تتحكم بالعملات في معظم المستعمرات الفرنسية السابقة بما فيها 14 بلداً في منطقة الساحل الإفريقي وفي إفريقيا الوسطى هناك عملة مشتركة وهي الفرنك الإفريقي وبهذه الصورة يطرح السؤال التالي نفسها كيف تستطيع إفريقيا السيطرة على اقتصادها في حين أنها لا تسيطر على عملتها ربطت بلدان إفريقية كثيرة عملتها بالدولار الأمريكي منذ عام 1972 إلا أن الدولار الأمريكي هو عملة غير مدعومة بأي موارد تم التخلي عن تغطية الدولار بالذهب في عهد ريتشارد نيكسون ومنذ ذلك الحين أصبح ممكناً لأمريكا أن تطبع ما تشاء من الأموال وكان الجزء الكبير من هذه العملة في إفريقيا فمثلاً استخدم الدولار في زمبابوي فترة طويلة كعملة تجارية والبنوك المركزية في بلدان إفريقية عديدة تحدد صرف عملاتها اعتماداً على سعر الدولار يقول المثل إن الدولار عندما يمرض تصاب العملات الإفريقية بغيبوبة هذا أمر سيء جداً لأنك إن لم تتحكم بعملتك فلن تتمكن من التحكم باقتصادك حتى عندما تأخذ بلدان إفريقية كثيرة القروض من مؤسسات كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أو من الاتحاد الأوروبي فإن القيمة الاسمية لهذه القروض تحدد بالدولار الأمريكي أو باليورو ولذلك لا يمكن أن يكون لدى البلدان الإفريقية اقتصاداتها الخاصة باستثناء تلك التي يجري التحكم بها من الخارج أتذكر ما قاله الرئيس الغاني إكوامين كروما قال إسعوا في البداية للحكم السياسي أما الباقي فسيأتي تلقائياً نعم لعلنا توصلنا إلى الحكم السياسي لكن الحكم الاقتصادي لم يأتي بعد لأننا لا نتحكم بعملاتنا في حين أن علينا أن نتحكم بها لأنها وسيلة للتبادل إن حالة العمولات هي التي تحدد كيفية تفاعل اقتصاداتنا مع بقية العالم علينا التحكم باقتصادنا لأنه يمثل مجموعة السلع والخدمات المتاحة في البلد علينا التحكم بعملاتنا لأننا عندما نقترض المال فإن سداد الدين يرتبط ارتباطاً مباشراً بحالة عملتنا لقد أدركت بلدان إفريقية عديدة حقاً ضرورة توفر عمولات قوية وفي هذا الصدد يجري الترويج بنشاط لفكرة استخدام عملة مشتركة في إفريقيا في كل إفريقيا فقد كانت لدى كينيا وأوغندا وتنزانيا قبل عام 1977 كانت لدى تلك الدول عملة مشتركة تتحكم بها عملياً وهذا ما ضمن الاستقرار لاقتصادات تلك الدول لكن هذا الاتحاد انفرط عقده في نهاية المطاف غير أن هناك سعياً جديداً لإنشاء عملة مشتركة مجدداً لقد كان هناك في غرب إفريقيا حتى الفترة الأخيرة مشروع لإنشاء عملة تسمى إيكو إلا أن أوروبا أحبطت ذلك المشروع وبتعبير الأدق باريس وفي منطقة وسط إفريقيا في النيجر مالي وبركينا فاسو تبذل محاولات لإنشاء عملة تشمل هذه المنطقة ونحن بالطبع نأمل أن تظهر أخيراً عملة تشمل القارة الإفريقية كلها آنذاك سيتمكن الأفارقة من التعامل من دون حاجة إلى عملة لا يتحكمون بطباعتها ولا يحددون قيمتها ومن دون الحاجة إلى تلك العملة التي تؤثر تأثيراً سلبياً في اقتصادات البلدان وتقوض ناتجها المحلي الإجمالي وقدرتها الشرائية أيضاً بعد دخولها أسواقها هناك حقيقة إضافية وأنا أعرفها جيداً أعرف أن الأفارقة في الشتات أيضاً يحاولون الآن إنشاء عملة تعتمد على موارد كالطاقة الشمسية زمبابوي أدخلت حيز التداول منذ وقت غير بعيد عملة تسمى زيغ وهي مغطاة بالذهب وإذا جرى تنسيق ذلك ستتمكن إفريقيا من الخروج من الوضع الراهن الذي يذكرنا ببرج بابل عندما تنتقل أنت الآن مثلاً من كينيا إلى أوغندا ستصادف في طريقك الشيلين الأوغندي والشيلين التنزاني والدالسي الجانبي والنيرا النيجيرية والسيدي الغاني والبير الإثيوبي والكوانزا الأنغولية وكلما أسرعنا في الابتعاد عن عديد من العمولات التي يسهل التلاعب بها تصبح إفريقيا أكثر أمناً إذا كانت إفريقيا تريد حقاً إدفاء أهمية عملية على منطقة التجارة الحرة في القارة فإن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا في ظل وجود عملة موحدة تستخدم في جميع أنحاء القارة وإذا كانت منطقة التجارة الحرة هذه تعتمد على الدولار الأمريكي أو اليورو فإننا لن نتقدم إلى الأمام لأن الهيمنة الاقتصادية ستحددها عملة أجنبية من الضروري اتخاذ قرار على مستوى الاتحاد الإفريقي بشأن التخلي عن الدولار كمعيار لتحديد قيمة عمولاتنا ويجب التخلي عن اليورو أيضاً من أجل أن تكون عملتنا في القارة الإفريقية سواء كان اسمها أفرو أو أي اسم آخر لكي تكون على مستوى واحد مع العمولات الأخرى في العالم سواء الدولار واليورو أو ليوان أو الروبيا أو الروبل وإن حصل هذا بهذه الصورة عندها يمكننا القول إن إفريقيا تستخدم وسيلة تبادل تتحكم هي بها وهي من تحدد قيمتها وبهذا تكون العملة مفيدة للقارة لكي تحقق إفريقيا استغلالاً كاملاً لمواردها ولطاقاتها ولتستفيد من كل ذلك من الضروري برأيي أن تحل مسألة العملة الموحدة إن كنا لن نتمكن من القيام بذلك على الفور فلنبدأ ذلك على المستوى الإقليمي إذا ظهرت لدينا عملة إقليمية سنتمكن من إنشاء عملة موحدة في إطار زمني واضح أعتقد أن علينا أن ننشئ عملة موحدة خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة ذلك لكي لا نعتمد على العملات الأجنبية آنذاك فقط سنتمكن من الحديث عن قارة تتحرك في الاتجاه الصحيح اقتصادياً وسنتمكن من مناقشة منطقة التجارة الحرة في القارة الإفريقية حيث ستكون هناك عملة مشتركة تستخدم من كيبتاون في جنوب إفريقيا وصولاً إلى القاهرة ومن أديس أبابا إلى الدكار في السينيغال وفي كينشاسا في الكونغو وفي كل مكان في إفريقيا علينا أن نعمل في مثل هذه البيئة بالذات لأن العملة هي من مفاتيح أبواب التحرور الاقتصادي شكراً لكم جزيلاً لنأخذ الآن استراحة لكي نكون مرتاحين بما يكفي ثم نواصل الحديث عن إفريقيا ترجمة نانسي قنقر